حلقة جديدة من الليلة مع نديم مسلخير مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز لا تزال موضع متابعة وتحليل ومواقف حول العالم إلى جانب عرضه لتفاصيل رؤية المملكة الاقتصادية والتنموية كانت أبرز المواقف السياسية للأمير محمد موقفين التأكيد أن السعودية أقرب لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل وأن إذا إيران طورت سلاح نووي فالسعودية كمان رح تطور سلاح نووي أو رح يكون عندها سلاح نووي هيدا للتذكير اللي قالوا الأمير محمد بن سلمان عن هالنقطتين What would it take for you to agree to normalize relations with Israel? Well, there is approach from President Biden's administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part. وطبعاً مواقف من هالنوع ما بتمرق مرور الكرام بالموضوع النووي لفتني تعليق لشيخ مقرب من حزب الله وابن أسرة فيها عدد من المسؤولين بالحزب بيقول الشيخ بتغريدي على منصة X إذا صح أن إيران تمتلك أو تريد أن تمتلك قنبلة نووية فإسرائيل تمتلك قبل إيران بسنوات طويلة 200 قنبلة نووية على أقل التقادير ألم يسمع محمد بن سلمان بها؟ السؤال لماذا التسلح مقابل إيران ولا تسلح مقابل إسرائيل؟ الحقيقة سؤال كتير زكي كتير زكي وبيقدر يكون محرج كمان بس يمكن مش أكيد يمكن يكون السبب ليس سعودية عم تتصرف هيك أنه ميليشيات إيران هيدا شي عارة تسكت يسكت عال سعود ويمكن كمان لأن إيران مش مقصرة عبر حلفاءة بالتهديد بإسقاط النظام السعودي لدرجة أنه أبو مهدي المهندس أبرز الضباط الإيرانيين بميليشيات إيران دل منطقة لما سألوه عن إنهاء إسرائيل من الوجود هذا كان جوابه سألوه عن تدمير إسرائيل قالوا لا لا الرياض الرياض ليس إسرائيل وبعد كل هول بعد كل هول جماعة إيران متفاجئين ولوه خي كيف متفاجئين ليس السعودية ممكن تقلق من النووي الإيراني أكتر من النووي الإسرائيلي ولوه ما بتوسعوا فيه أنا دولة مسلمة مثلي مثلكون هلا صحيح بظل قول من وقت لتاني بدي أمحي دول من الوجود بس ما ما تخدوها جد أنا لما بعصي بقول شو ما كان ما تخدوها شخصية الانتئاد الثاني لمقابلة الأمير محمد بن سلمان هي موضوع فلسطين إنه ولا ولا معقول تطبع مع إسرائيل ولا نعتقد أن أي علاقة بين دول في المنطقة والكيان الصهيوني ستكون طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية دانت القوى المقاومة الثلاث حماس والجهاد والجبهة الشعبية هذه الاتفاقيات والمساعي باعتبارها سقوطا مدوية وخيانة لشهداء فلسطين والأمة العربية هذا طعني بصراحة وتنازلا عن المقدسات ما الذي استفادوا الشعب الفلسطيني من عمليات التطبيع منذ المحطة الأولى حتى اليوم؟ ها معلوم لأن عدم التطبيع مع إسرائيل عمل العجايب لفلسطين يعني كل الأهداف الوطنية الفلسطينية كان بدها ربع ساعة ربع ساعة بتتحقق كلها عن بكرة أبيها وإذ خربطة التطبيع السعودي ما؟ ما نصر للقضية الفلسطينية عم تعمل بافرينج من 48 بتبرم وبتغزوا المحلة قال لك لا خلونا نكمل بنفس السياسة القديمة ما بنعمل شي على الإطلاق بننطر لتنحل كل تفاصيل القضية الفلسطينية وبيضهر مشاكل العالم وبعدين بنشوف إذا بنعمل سلام مع إسرائيل أو لا معنا وقت قال مصالح سعودية قال يا حبيبي في مصلحة الفلسطينية أولا بعدها بيجي كل شي تاني أصلا الباقي حكي فاضي أنتم ما تكونوا هالأد بسطة هل تنجح واشنطن في جذب الرياض لإنقاذ نتنياهو؟ مع الأسف يعني واضح أنه القرار السعودي مرهون للقرار الأمريكي هناك رغبة جامحة لدى الإدارة الأمريكية السابقة والحالية باستكمال مشروع التطبيع بين الأنظمة العربية ودولة الاحتلال مية بالمية ما حدا يقل لي السعودية عندك قرار مستقل بقرار السلام هي قاضعة لقرار أمريكا طيب بس ليه أمريكا بدى السلام السعود الإسرائيلي؟ لأن أمريكا بدى تنقذ نتنياهو جو بايدن ما عنده ولا هم إلا إنقاذ نتنياهو قد ما حابب ينقذوا ما استقبلوا بالبيت الأبيض اكتفى بلقاء بينه بين بايدن وبين نتنياهو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ما كلف خاطره يعزمه على البيت الأبيض مثل ما عزم زيلانسكي بعدين بده ينقذ نتنياهو من شو تحديدا يعني من شو مزعوج نتنياهو طي ينقذه وكيف السلام مع السعودية بساعده نتنياهو فيت بمشكل داخلة مع جزء كبير من الإسرائيليين حول المحكم العليا لدرجة إنه لما صارت عمليات قتل ودهس بإسرائيل الناس ما وقفوا يتظاهروا بدك هلأ يوقفوا بسبب السلام مع السعودية إنه كيف السلام مع السعودية بساعد نتنياهو شو بيقلوا إن الإسرائيليين اللي مختلف معهم يا شباب صحيح بيتنا عم يحترق بس ما تخافوا وما تقلقوا أنا البست فريند تبعي هو رئيس الإطفاء بدولة تانية ما في عندي حدود معه حبيب الموضوع لا خضوع لأمريكا ولا إنقاذ لنتنياهو ولا طعن لحدا يمكن صار لازم نتعود إنه الدول عندها مصالح يعني فيه مصالح سعودية وإماراتية ومصرية ومغربية واللي بدها كل الدول بعدين بتجي مصالح الآخرين هيك الدول بتتصرف حتى لو كنا عم نحكي عن فلسطين كيف لكان لو مصالح هالدول أصلا صار لم أجل شي خمسين سنة كرمال فلسطين ومن دون نتيجة إطلاق النار على السفارة الأمريكية ببيروت أطلق موجة من التحليلات الجيوستراتيجية فضائية هذه النعم من الحوادث هو يهدف إلى إيصال رسالة بوقت عمشها توتر كتير بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران والفان المضر الضر بين العراق وسوريا أيضا هناك ربما إطلاق نار على الخمسية الدولية هل يمكن قراءة أيضا هذا الحدث في إطار ارتباطه بالموقف الأمريكي من مسألة أشغور الرئاسي من هذا الملف تحديدا خبراء عسكريين الذين يقولون بأنه ربما لديه دلالات داخلية مرتبطة بصورة الجيش اللبناني والتأثير سلبا على صورة قائد الجيش نائب ملحم خلف رأى في تغريدة عبر منصة TX أن ذلك يدل على وقاحة غير مسبوقة مؤامرة أو مشروع أمني متفلت قد يستهدفان لبنان يوم اللي بده يجي يعمل هيك عملية مش هين يعني مخطط وعرف شو بده يعمل ويمكن الحادثة بتدبير من المخابرات الصينية ضمن الصراع الصيني الأمريكي إنه إذا الواحد لحقوا عم يعمل روايات موليسية كلمة كبر كلمة أحسن معقول مثلا يكونوا الكائنات الفضائية هيك هيك ما ضل ملف ما فات بها الحادثة لدرجة بتحس التحليل السياسي في لبنان صار مسابقة لأفضل سيناريو خيالي بس يمكن الأمور يعني ما هالقد تطورت لأن الأمن اللبناني كشف تفاصيل اللي حصل بعد أيام قليلة على واقعة السفارة الأمريكية في بيروت توقيف المتورد بهذا الملف محمد مهدي حسين خليل اعترف بإطلاقه تسعة لقات على السفارة من بندقية كلاشنكوف وأضاف أنه أطلق النار بعد خلاف سابق مع أحد عناصر الأمن التي تعرض له بالإهانة أثناء توصيله طلبية إلى السفارة وأنه لم يتمكن من بلع الإهانة فقرر الانتقام بلشت التحليلات اللبنانية بالصراع الإيراني الأمريكي خلصت أنه حمودي معصب من موظف بالسفارة ألا الاحترام معه بس مش قليل حمودي مش قليل هالحمودي أبدا يعني هالمرة أطع بطلقات تحزيرية كلاشنكوف يمكن بكرة إذا ما تركت له تب يضرب صاروخ على السفارة ما بعرض تبوه نبقى بموضوع الخيال التحليلي ولكن هالمرة من المغرب أمين عام حزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران مش بس سياسة مش إنه رئيس حزب لا بوقت الفراغ الزلمة بيشتغل بارت تايم عالم زليزل عالم زليزل وهيدا تفسيره لزلزال المغرب بيان لحزب العدالة والتنمية المغربي رأى أن الزلزالة هو عقوبة من الله وهذا ما جاء في البيانة علينا أن ننتبه إلى أن من معاني الرجوع إلى الله ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار الصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي لكن شو فكركم اللي حصل زلزال هيك عادي أبدا بعدين هيدا رختر طلع مقياس للفضيلة والأخلاق مش للهزة والله العظيم يعني المغرب بس هم بيطلع المغرب بلا أخلاق بدرجة سبعة على مقياس رختر وبن كيران مش عم يحكي بالمعاصي الفردية إنه نديم غلط فلان لا بيحكي بالمعاصي السياسية عامة طب خيه شو المتوقع بعد الزلزال فيضان بسبب الفساد الإدارة شو عم تحكي واللافت إنه ضحايا زلزال المغرب بغالبيتهم من أبناء قرى الحوز الفقيرة طب يا خيه هول شو خصهم بالمعاصي السياسية هول الفقر المعترين إلا إذا بن كيران عم بيقول لأنكن ما انتخبتوا الإخوان الله عقبكم بالزلزال واللزيز إنه مواقف أمين عام الإخوان المسلمين بالمغرب كانت موضع انتقاد من قيادات حزبه قبل ما تكون موضع اعتراض من النخبة المغربية يعني قدم صوته نشاز أول مين ترك الحفلة هي الفرق الموسئية طبعه ماذا عم بيغني طالع اليمن عم يشهد تطورات مهمة هل في حوثي واحد أو في كذا حوثي نعرف يعني بالوقت اللي كانت محادثات السلام شق غالي بين الحوثي والحكومة السعودية قررت مليشيا الحوثي تعمل عرض عسكري كبير بصنعاء صاروخ فالك صاروخ سجيل صاروخ عاصف زلزال ثلاثة صاروخ قاسم ميون وتنكيل وصاروخ عديل وصاروخ طوفان يمر صاروخ سعير صاروخ كرار صاروخ جاهر واحد تمر صواريخ حاطم وصواريخ بركام وصواريخ فلق وصواريخ ضلفجار صاروخ معراج صاروخ برك واحد صاروخ فاطر واحد زورة جينادير الألغام البحرية ثاجب وكرار لغم أويس وكذلك مسجور واحد ومنها منظومة أفق ومنظومة صادق ومنظومة نبأ ومنظومة شفا أظلوا بطائرة خاطب إذنين طائرة رجوم طائرة راصد طائرة وعيد واحد لكن هني وقفوا لأن خلصوا الأسامة يعني مش إنه خلص الصوريخ بس ما بقى فيه شو بيسميه زياد مثلا شو بيسميه للصاروخ أدهام شو بيسميه ولا كوريا الشمالية صواريخ صواريخ صاروخ صواريخ ومسيارات وزوارق وألغام كل هيدا بالتزامن مع مفاوضات السلام بالرياض عرض عسكري وسلام يعني مثل اللي رايح على كوبل ثرابي بس إخد صحبته معه كوبل ثرابي بس هو ومرته وصحبته يا حبيبي مهما هي الترابي بسبب صحبتك مفاوضات السلام بسبب الصواريخ والمسيارات الأسوأ من هيك إنه الموضوع موقف عند العرض العسكري بل تطور إلى هجوم داخل الأراضي السعودي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة وأكد المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قيادة التحالف تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين طيب هلأ أي حوثي بنصدق؟ الحوثي طبعا مفاوضات السلام أو الحوثي اللي قصف السعودية بالمسيرات؟ أي واحد هادي مثل علاقة غرام مرضية يوم بيبعث له ورد وشوكولات وتاني يوم بنفس له دوليب السيارة بيجرح له البوية بيطعج الباب شو فيه؟ شوكولات أو تنفيذ دوليب يعني فيه اتنين حوثي أو فيه حوثي واحد بأدوار متعددة مرة البطل ومرة الشرير هو بزيته ضايع طبعا العواصم المعنية بالسلام باليمن ولحماية عملية السلام طنشت قالت لك أنه خي فيه حوثيين متضررين من عملية السلام وهو الهن اللي عم بيشيغبوك الحوثي قال لهم لا 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 فيه حوثي واحد وقائد واحد هو أنا جماعة الحوثي تطيح بحكومة بن حبتور في صنعاء وتتوعد بتغييرات جذرية إن المرحلة الأولى في التغيير الجذري هي بإعادة تشكيل الحكومة بحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية بما يحقق الهدف في خدمة الشعب عمل خطاب أقال في الحكومة طب بأي صفة أنه أنت ملك اليمن رئيس اليمن أو أعلنت نفسك ولي الفقه باليمن قصة ناجورني كارباخ مش قصة حرب وعسكر وتاريخ بس فيها من كل هول أكيد بس القصة اليوم هي قصة الليوني الأخلاقية الفلكسبلية الأخلاقية لأمريكا وأوروبا وبريطانيا يعني ولا لعبة الباربي بأحسن حالاتها ناجورني كارباخ إقليم بين أرمينيا وأزربيجان المجتمع الدولي بيعتبر هالإقليم أذري مع أنه سكانه أرمن ودايرة فيه حرب عمره 35 سنة بعد 35 سنة أزربيجان حققت الانتصار الكامل مثل ما بتقول واستعادة الإقليم بالكامل هلأ بكلفة شوي عالية يمكن المقاتلون الأرمن في ناجورني كارباخ يوافقون على إلقاء السلاح خلال 24 ساعة فقط حسم الصراع بين أذربيجان وأرمينيا أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف نجح بلاده باستعادة سيادتها على إقليم ناجورني كارباخ كارباخ تبقى عنوان صراع قديم متجدد وعمره عقود وأدى هذا النزاع إلى صراع أصفر عن ألاف الضحايا إضافة إلى عمليات تهجير واسعة المواجهات المسلحة خلفت أزمة إنسانية الأرمن في ناجورني كارباخ بدأوا نزوحا جماعيا بالسيارات باتجاه أرمينيا رفضوا أن يكونوا جزءا من أذربيجان يرحلون بما استطاعوا حمله من متاع وذكريات اختار معظمهم الصمت على التحدث عن ما جرى غير أن حكاية النزوح حاضرة في وجوه الجميع طيب وين الغضب الغربي وين الإدانات المدوية العقوبات تحريك الأساطيل ولا في شي منه وإذا فيه شوية تصريحات على الخفيف أنجأ وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن الرئيس الأذربيجاني ألهم عليها فأكد لوزير الخارجية أنتوني بلينكين عدم وجود أي عمل عسكري آخر أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور التزام بلادها بسيادة أرمينيا على أراضيها وفي تصريحات عقب لقائها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان شددت المسؤولة الأمريكية على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في كارباخ وخروج من يرغب من سكان الإقليم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تراقب عن كثب سلامة أراضي أرمينيا متهما باكو بزعزعة استقرار المنطقة هذه هي شوية تصريحات أنه الزعلانين غضبانين ما بسير بسير ما في عقوبات ما في مصادرة أموال ما في منع سفر أي شيء أبدا ولا شيء منه ليه؟ لأن أزربيجان اللي سيطرت على ناقورني كارباخ وهجرت عشرات ألف الأرمن يصدف أنها حبيبة أمريكا وأوروبا وبريطانيا شريك أمني شريك لوجستي والأهم مصدر من مصادر الغاز والطاقة العزيزة جدا خصوصا هالأيام بظل الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين الاثنين عن نية التكتل في مضاعفة واردات الغاز الطبيعي من أذربيجان نحن متزمون بتوسيع ممر الغاز الجنوبي هذا بالفعل طريق إمداد مهم للغاية للاتحاد الأوروبي الذي يقدم حاليا أكثر من ثماني مليارات متر مكعب من الغاز سنويا وسنوسع طاقتها إلى عشرين مليار متر مكعب في غضون سنوات قليلة ستزود أذربيجان الاتحاد الأوروبي بالكهرباء من خلال كابل بحري جديد رئيسة المفوضية الأوروبية وصفت الخطوة بالطموحة لتجاوز أزمة الطاقة الناجمة عن الأحداث في أوكرانيا أيوة يعني لما صديق بها الأهمية بيرتكب خطأ بيعمل حرب بتوصل على تهجير مئات الألاف ما علي منغضب منزعل منخبت إجرينا بالأرض منعمل تصريحات بس هاي حدودة مين فاضي لحقوق الإنسان والديمقراطية والأنون الدولي إذا فيه مصالح اقتصادية وأمنية حيوية مين فاضي حطلي حقوق الإنسان والأنون الدولي بالفريزر بعدين يا أخي هايدي أرض أزارية والأزاريين استردوها يعني شو بتدكينا نقول بس ما هي القصة ما وقفت على استرداد الأرض ارتفعت حدة المواجهات الكلامية بين الوزير الأرمني والأذربيجاني في مجلس الأمن الدولي الوضع الأمني والإنساني في ناغورني كارباخ ناجم عن هجوم عسكري مخطط له بشكل جيد هناك أدلة واضحة على سياسة التطهير العرقي والفضائع الجماعية قال رئيس وزراء أرمنيا نيكول باشينيان بأن بلاده مستعدة لقبول جميع سكان أقليم ناجورني قارباخ وأضاف بأن أرمن الأقليم عرضة للتطهير العرقي وأن بلاده حاولت الحلولة دون أصول الأمور إلى ما هي عليه إلا أنها لم تجد أدانا صاغية لما الأمور بتوصل للتطهير العرقي أول شي بيشبه التطهير العرقي ما بتقدر أمريكا وأوروبا وبريطانيا يتخبوا وراء أنه هيد الأرض أذرية ومعليش واستردوها التطهير العرقي هو اعتداء على كل القيم البراقة اللي بتلمع اللي بتضوي واللي بتخلي الغرب يتدعي أنه هو أفضل من غيره يعني هيد الحقوق مش مانا سوشي مانيو بتنقى مانا شو عبالك تاكل اليوم يا بتخدها كلها يا ما بتخدها خصوصي أنه لما مثلا روسيا بلشت الحرب على أوكرانيا وقبله لما احتلت القرم الغرب بتعامل مع الموضوع بأعلى درجات الاستنفار وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد موسكو حزمة عقوبات جديدة ضدها روسيا تشمل مائة وواحدا وعشرين فردا وكيانا قانونيا صحيفة فينانشل تايمز البريطانية تقول أن الاتحاد الأوروبي يسعى لرفع ميزانيته من 66 إلى 86 مليار دولار ولتأمين الدعم الموعودي لأوكرانيا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن 80% من القطاع المصرفي الروسي خاضع لعقوباتها وافق التقديرات الرسمية فإن إجمالية قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز 43 مليار دولار مقابل كل هالخطوات ضد روسيا اكتفى الغرب أنه يرفع أصبعه بوجه أدربيجان يعيب الشو ما عليك يا باكو نحنا كتير زعلنين منك بس حقيقة الأمر أنه من جهة زعلنين ومن جهة مبسوطين صحيح الكلفة الإنسانية للي صار عالية يعني عشرات ألاف النازحين بس كمان أمريكا وأوروبا وبريطانيا شايفين الجانب المشرق من الصورة شو الجانب المشرق؟ أنه روسيا تبهدلت روسيا مسؤولة عن وقف إطلاق النار بين أدربيجان وأرمينيا طلعت مش قادرة تحمل اتفاق اللي هي مسؤولة عنه وتبين فوق ذلك أنه حتى أرمينيا البست فراند تاريخيا لروسيا عم تطلع من هذا التعالف يعني قاعدة عم تطلع بروسيا بالورب هيك مرة جديدة رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشنيان يوجه انتقادا واضحا للحليف الروسي بقوله إن التكتلات الأمنية التي كانت أرمينيا عضوا فيها لم تكن فاعلة معتبرا أنها أخفقت في ضمان أمن بلاده في مواجهة أذربيجان ألقى بشنيان اللوم على روسيا واعتبر أن قوات حفظ السلام قد فشلت في مهمتها بسبب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وذلك في انتقاد واضح لروسيا الحليف الرئيسي لياريفان طيب شو بدك أحسن من هيك نتيجة لحرب ناقورني كرباخ؟ الموضوع بيخلص بإيداني لأذربيجان من ميلي بترضي ادعاءاتك الإنسانية ومن ميلي ما بتضر بالعلاقات الأمنية والاقتصادية مع باكو يعني عصفرين بحجر واحد وكمان فوق هيدا عمل عسكري بهدل خصمك الروسي بهدله ضعف سئة حلفائه فيه بس هيك نتيجة تمنى عشرات الألاف من البشر تك ماشي ماشين يلا اعتبروا نماتوا بزلزال طوفان حريق أي شي هيك بفكروا نهاية الحلقة تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر